على الرغم من الدعم والإسناد وإضفاء الشرعية التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة لأحزاب العملية السياسية ها هي الأخيرة تطالب ومن خلال حكومة السوداني بإنهاء عمل البعثة الأممية في البلاد ورحيلها في أقرب وقت طلب حكومي أثار ضجة واسعة وانقساما سياسيا ما بين مؤيد للطلب ومعارض له انقسام ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي حيث أيدت كل من الصين وروسيا إنهاء مهام يونامي على الأراضي العراقية وبالعودة إلى الداخل فقد حذر السياسيون من خطورة تداعيات إنهاء عمل يونامي خلال المرحلة المقبلة إذ يرون أن حكومة الإطار التنسيقي ومنذ تشكيلها تريد الاستحواذ المطلق والانفراد بكل شيء في الحكومة والبرلمان على حد سواء من خلال التشريعات وكذلك الصفقات التجارية والاقتصادية فهي لا تريد وجود أي مراقبة لأي تفويض دولي في العراق بغض النظر عن نجاح أو إخفاق هذا التفويض المخاوف نفسها عبر عنها مسؤولون في الأمم المتحدة بشأن مصير ملفات حقوق الإنسان والمساءلة في بلد يصنف على أنه من بين الدول الأكثر فسادا في العالم تلك المخاوف تزداد حدة بشأن أوضاع البلاد الأمنية نظرا للصراع المتكرر ووجود العديد من الميليشيات التابعة للأحزاب والمدججة بالسلاح والتي كثيرا مشتبكت مع بعضها البعض وغيرها من اعتداءات وانتهاكات حدت من حرية التعبير بالتقييد والترهيب كل هذا في ظل وجود بعثة الأمم المتحدة في بغداد بما يفترض أنها جهة رقابية على وضع الديمقراطية ومدى الالتزام بمساراتها وداعمة أساسية لملف الحقوق والحريات المدنية على النقيض من ذلك فثمت من يرى أن نشاط يونامي في العراق منذ تشكيلها قبل نحو 20 سنة تميز ببطء شديد وبضآلة النتائج قياسا بالموازنات التشغيلية الضخمة التي تستهلكها فيما لا يتردد البعض باتهام البعثة ورئيستها بلاسخارت بالانخراط في عمليات فساد مالي وإداري واستهلاك وظيفي للوقت مرتبط برغبة بعض الأطراف العاملة داخل البعثة في إطالة أمل الصراعات والأزمات الإنسانية خدمة لجهات مستفيدة